في موضوع الجوازة التانية دي كل شوية يطلع لنا حد كده باختراع راجل أو ست يقولك إيه إحنا عايزين ننشر تعدد الزوجات ليه عم ليه ستة هانم يقولك أسلحنا عندنا مشكلتين الأولى إن عدد الستات أكتر التانية إن نسبة العنوسة أكبر الحقيقة اللي بيقولي الكلام ده ما يعرفش حاجة خالص ولا عمره رجع للتعبئة والإحساء ولا عمره سأل على أي حاجة لأنه أولا إحنا عدد الستات مش أكتر إحنا عندنا عجز في البنات يا جماعة الهرم الديمغرافي السكاني المصري بيقولينا عدد البنات والستات في مصر تسعة واربين في المية وعدد الرجالة واحد وخمسين في المية ده معناه إن أنا عندي عجزة أكتر من مليون بنت وست ممكن أستورد من بر على فكرة لو إحنا العدد هنا مش هيكف الحاجة التانية ما عندناش حاجة اسمها عنوسة الجهاز المركزي للتعبئة والإحساء كل سنة بيطلع إحسائية بيقول فيها إيه؟ من هم في سن الزواج؟ يعني من أول 18 سنة لحد فوق في سن الزواج ولم يتزوجوا قد إيه؟ 13 مليون تمانية وشوية ولاد ورجالة والباقي بنات وستات يعني من هم من 18 لحد فوق ولم يتزوجوا الرجالة برضو أكتر يعني عايزين نستورد لهم ستات فتخيلوا بقى لو كل راجل تجوز واحدة تاني إن شاء الله نستورد ستات قد إيه؟ مش هيكفي لا للعجز اللي موجود ولا للعدد الجديد لكن الأخطر من كده إنه الحقيقة الموضوع ده مدمر للأسر يعني ناس كتيرة جداً ما بتشوفش الموضوع بعد فترة بشكل عامل إزاي ما بقاش مدمر للستات وبس الرجالة كمان بتدفع تمن غالي قوي عموماً